اول الجو ما يبقى برد ام يعمل اي حالة بس مشروب الشتة الرسمي كباية حمص الشام بالشطة هي دي صعيح اللي تدفي. وعلشان تعمليها بطريقة سهلة هتنص كيلو حمص الشام الحمبية الرفيع وينقعيه طول الليل في مية عادية من الحنفية. بعد كده حطي حالة مية على النار اول ما تغلي انزلي بحمص الشام. وسيبيه يغلي غلويتين تلاتة على النار بعد كده هتنزلي بكباية كبيرة طماطم معصورة. ممكن تصفيها وممكن تحطيها زي ما هي. بعد كده هتنزلي باربع فصوص طم كبار. برضو لو حابة تحطي الطم سليم حطيه ولو عايزة اتقطعي اتقطعيه. بس لما هتقطعيه طعم المية هيكون قوي شوي. وهي دي كل المكونات من غير افتكاسات. وما تحطيش اضافات كتير علشان الطعم ما يبقاش غريب. جربي الطريقة البسيطة دي هتعملي حمص زي بتاع العربيات. وخلاص كده بعد ما حطينا الطماطم هنغطيهم وانسيبهم نص ساعة على نار وسط لقي الحباية دابت واستود. بعد كده هتحطي شوية حبة في الكباية وعليها تزاودي ميت حمص. واحطي كمون وحطي عصير لمون. ولو عايزة تعملي دق زي اللي بتشوفيها على العربيات الحمص. هتجيبي نص كباية ميت حمص وعليها معلقة صغيرة كمون ناعم وعصير لمونة. ومع بعض كده قلبيهم هيبقى عندك دقة الكمون. ولو عايزة تعملي دقة شطة برضو نص كباية ميت حمص وعليها معلقة صغيرة شطة ومع بعض قال لي بيهم يلا مستني يا ايه امي على طول جرة بيهم. اشتركوا في القناة